أيضا كان هناك رسالة من بابا الفاتيقان البنتظرين زيارته إلى مصر البابا فرانسيس رسالة للشعب المصري قبل زيارته إلى مصر المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة نشوف مع حضراتكم هذه الكلمات من بابا الفاتيقان فرانسيس يا شعب مصر الحبيب السلام عليكم بقلب فرح وشاكر سأزور بعد أيام قلاء الوطنكم العزيز مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة حيث عاش الأباء البطاركة والأنبياء وحيث الله الرؤوف الرحيم والقدير والواحد أسمع صوته إني لسعيد حقا أن آتي كصديق وكمرسل سلام وكحاج إلى الأرض التي قدمت منذ أكثر من ألفي عام ملجأ وضيافة للعائلة المقدسة التي هربت من تهديدات الملك هرودوس يشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة أحييكم بمودة وأشكركم على دعوتكم لي لزيارة مصر والتي تسمونها أم الدنيا أشكر جزير الشكر فخامة رئيس الجمهورية وقداسة البابا البطريارك توادرس الثاني والإمام الأكبر للأزهر وبطريارك الأقباط الكاسوليك شكرا لكل واحد منكم على دعوتكم لي كما أشكر كل واحد منكم أنتم الذين ستفتحون قلوبكم لاستقبالي أشكر كذلك جميع الأشخاص الذين عملوا ويعملون من أجل تحقيق هذه الزيارة أتمنى أن تكون هذه الزيارة بمسابة عناق تعزية وتشجيع لجميع مسيحي الشرق الأوسط ورسالة صداقة وتقدير لجميع السكان مصر والمنطقة ورسالة أخوة ومصالحة بين جميع أبناء إبراهيم وبصفة خاصة مع العالم الإسلامي الذي تحتل مصر فيه مكانة رفيعة أتمنى أن تشكل الزيارة هذه أيضا إسهاما مفيدا في حوار الأديان مع العالم الإسلامي وفي الحوار المسكوني مع الكنيسة القبطية الأرزوزوكسية العريقة والحبيبة إن عالمنا الممزق من العنف الأعمى الذي ضرب أيضا قلب وطنكم العزيز يحتاج للسلام وللمحبة وللرحمة إنه يحتاج لصانع السلام لأشخاص أحرار ومحررين لأشخاص شجعان يعرفون كيف يتعلموا من الماضي ليبنوا المستقبل دون أن ينغلقوا في الأحكام المسبقة إنه يحتاج إلى بناة جسور للسلام والحوار والأخوة والعدل والإنسانية أيها الإخوة المصريون العزاء شباب وشيوخ نساء ورجال مسلمون ومسيحيون أغنياء وفقراء أعانقكم جميعا بمودة وأطلب من الله العلي القدير أن يبارككم ويصون بلدكم من أي شر من فضلكم صلوا لأجلي شكرا